انا باسل وده فيديو جديد من فواحة لو عايز عطر قوي عطر منعش يناسبك فيه كل الاوقات وتحديدا فيه الربيع والصيف لو سنك من 21 ل 45 سنة العطر ده يعجبك جدا قبل ما ابدأ بفكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب والاجاب بالفيديوهات ولايك لصفحاتي على الفيسبوك وفولو على انستجرام وتويتر اهلا بيكم في فيديو جديد من فواحة النهاردة بعملكم تقييم العطر واي من ايف سان لرو تركيز مع عطر او اي دي بي العطر ده من اجمل واقوى العطور الصيفية عطر لا ايام الصيف والايام الحرة عطر يصلح لا العمل المكتبي والعمل الرسمي والتنزه عطر من العطور المثيرة اللي بتعجب الليديز السيدات بيحبوا العطر ده بسبب الانتعاش المثير في رائحته عطر بعتبره من هم العطور للشباب الافرياء والرجال ذو الطابع الحيوي والانتعاش والانطلاق العطر ده من العطور المهمة اللي لازم تبقى في مجموعتك العطرية لو انت من محبي عطور زي بلودو شانيل او سوفاج العطر ده من العطور الجميلة اللي هتعجبك وهي من اجمل العطور المنعشة الجميلة اللي هتناسب كل ايام السنة بالتحديد في الربيع والصيف هتحس مع افتتاحية العطر بعد رش العطر مباشرة بريحة جميلة جدا منعشة من ريحة مياه البحر الملحة بالاضافة لوجود ريحة مسكرة جميلة مع رائحة فاكهية مثيرة وده لوجود نوتات او رائح زي الجنزبيل المنعش والبرجموت الحامدي بالاضافة لوجود ريحة الطفاح الاخضر في تركيبة هذا العطر فيه الافتتاحية بعد الرش بدقايق معدودة حوالي ديقتين لتلت دقايق يظهر عندنا القلب العطري وهو المرحلة الوسطى في أي تدرج عطري القلب في هذا العطر جميل هتحس معاه بإحساس دافئ فاكهي مثير ولكن بشكل وقور وده بيرجع لوجود نوتات زي نوتة المريمية وتوت العرعر بالاضافة لوجود الجيرانيوم الجيرانيوم بيدي إحساس دافئ ومثير وفاكهي مسكر في العطور قاعدة العطر فواي هتظهر بعد الدرايداون أو بعد جفاف العطر بعد جفاف العطر على جلدك أو على ملابسك هتستقر وتظهر رائحة جميلة رائحة خشبية منعشة شبيهة بريحة الشاورجيل ولكن الشاورجيل الغالي ريحة أكواتيك ريحة مائية جميلة هتنعيشك طول اليوم خصوصا في الأيام الحرة وهتحس بلمحات مثيرة وعميقة في الرائحة وده بيرجع لوجود نوتات أو رواقح في التركيبة العطرية للقاعدة زي ريحة خشب الأرض والفيتيفر بالاضافة لوجود التونكة المثيرة النعمة ووجود العنبر الخشبي ووجود السمغ اللي بيدي الرائحة العطرية عمق وبلسامية جميلة في العطور بالنسبة لتركيز الخطوط العطرية في واي هي اللي بتحدد الرائح العامة اللي هنشمها أعلى خط في التركيز عندنا هو الخط الأروماتي بعد كده الخط التابلي المنعش وبعد كده الخط الفاكهي وبعد كده الخط الخشبي وبعد كده عندنا الخط العشبي وبعد كده عندنا في النهاية خالص الخط الأخضر بالنسبة لتركيبة العطرية فهي سهلة وبسيطة غير معقدة وآمنة تتميز با تعدد الاستخدامات الفرستالي تقدر تستخدمه في كل الاوقات تقريبا ومش هيضر حد او مش هيزعج المحطين بيك بالنسبة لمحبي عطور كريد ايفنتس نوتي كافوياج انفيكتس بالخطوط العطرية الموجودة فيه او بالفلانكرز الموجودة فيه وعطور زي بلودو شانيل ديور سوفاج فالعطر ده هيعجبك وهتتبسط باداءه وبرحته بالنسبة للأداء فواي فهتستمتع بفوحان جميل فوحان قوي فوحان شديد هيدوم عكل مدة ساعتين بشكل ملحوظ بست رشات هتملأ الشقة كلها العطر ده من العطور الفواحة هو عطر فواحة على اسم القناة بتاعتنا هتستمتع في العطر ده بالثبات الثبات هيدوم عكل مدة يوم كامل اكتر من 12 ساعة هتشم العطر بشكل واضح وملحوظ وجميل وهتحس برائحة جميلة مع هذا العطر خصوصا مع الايام والاوقات الحرة بالنسبة للسعر انا بشوف ان سعر العطر ده مرتفع السعر تقريبا من 1800 ل 2400 جنيه مصري وده سعر مرتفع بالنسبة لعطر الجينيريك ممكن تشم ريحته في عطور رخيصة بسعر قليل وممكن تشتري بنفس سعر العطر ده مجموعة متميزة من العطور ومتنوعة تستخدمها اغلب اوقات السنة زي مثلا اكوا دي جيو بروفومو ومعها مستر باربري اي دي بي حجم ال 50 ميلي وممكن تختار معهم عطر من العطرين اللي هيظهروا على الشاشة هنا زي ازارو كروم وعطر كلاب دنوي انتنس من وده بديل عطر كريد ايفنتس تقدر تختار اي عطر من العطرين دول ودفهم للمجموعة دي وهيبقى معاك 3 عطور هتستمتع بيهم جدا في كل الاوقات وفي كل المناسبات ويقال ان نسخة الاودو تواليت او تركيز ماء تواليت من واي شبيهة بعطر مسكين وفوريفر سيلنج انا عندي عطر مسكين وفوريفر سيلنج اعمل لكم تقييم عنه وهقول لكم ايه رأي في العطر ده وانا بشوف ان هو من العطور المنعشة الجميلة وبشكركم لمشاهدة التقييم وبفكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب والاعجاب بالفيديوهات ولايت لصفحتي على الفيسبوك وفولو على انستجرام وتويتر